أحبتنا مشاهدين قناة الأيام وبرنامج المهلهل نطل عليكم اليوم بحلقة جداً مختلفة مختلفة من حيث المضمون غالباً ما أنه أي شخص يفتخر يحاور شخص مهم بدائرته وها أنا اليوم قمة افتخاري أحاور الحبيب بسراج حياك الله أبو الأكبر أولاً ها المقدمة يعني تقيلة علي تحمل المسؤولية تستاهلها بعيداً عن العلاقة الشخصية اللي بياناتنا بس أمام الكاميرات أنا أعرف عتزازك بي أو عتزاز بيك بس أمام الكاميرات يعني هاي مسؤولية أنت محاور زيد بعيداً عن يشير يعني الله يسلم شكراً لك وشكراً لحسن الضياثة شكراً لها المؤسسة اللي خلف المهلهل شكراً لك أنت الله يسلم سؤال كلاسك تقريباً باعتوار من النجف حضرتك نعم ما لا يعرفه الكثير عن النجف النجف يعني الحديث يطول عن هاي المدينة يعني ولو باختصار النجف مؤثرة بالمجتمع العراقي وبثقافة المجتمع العراقي بكل المجالات سياسياً مؤثرة انطلقت منها يعني النجف مو بس الطابع الديني المأخوذ عنها انطلقت منها حركات يسارية وحركات يمينية اجتماعياً مؤثرة شعرياً مؤثرة يعني المدرسة الكلاسيكية بالشعري الشعب انطلقت من النجف جميل يعني بهذا الجانب يطول الحديث حتى نتحدث عن اللي غير مشهور هو ما لا يعرفه الكثير اي فيعني مثلاً النجف احتوى التناقضات ممكن قدرت تستوعب التناقضات او الاختلافات مو التناقضات جميل ليش لأن بها مجتمع مثقف يستوعب هاي الاختلافات مثلاً بها المنظر الاول للاسلام السياسي بالعراق بها محمد باقر الصدر السيد الشهيد الاول الله فرح مهار كل مقابل يعني بها سلام عادل رمز اليسارين بشكل عام رمز الحزب الشيوعي نعم من النجف كان لهم حراك اليسارين بالنجف قوي ما هذا الجانب السياسي بالجانب مثلاً يعرف عن النجف مدرسة بالمنبر الحسيني والرد الحسيني اللي هم لون خاص اللي هم لون خاص بها القابشي عبد الرضى الرادود وطن الرادود أقصد اللون الردة اللون الردة وهي المدرسة الأساسية المنبر الحسيني ومصطلح الرادود انطلق من النجف انطلق من فاضل الرادود أول شخص أول خادم للحسين نصب منبر كان ما قبله كان يسمون الملة الملة يقرأ بالنص والمعزين يدورون حوله نطيف فأجا قال أكون مركزية نخلي بالموضوع نخلي شيء اسمه منبر مثل منبر الخضر يعني هذا ابتكار هذا ابتكار فاضل الرادود اللي هو من النجف اللي هو من النجف نخلي منبر والملة يرتق المنبر وبعد ما نسمي ملة حتى يختلف الموضوع عن تسمية الملة اللي تستفدمها النساء بالمجالس فنسميه رادود وهذا منها بدأ الموضوع يعني تريد تقلي انه النجف أقدم من كربلاء والمحافظات الأخرى لا لا أقدم 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 هو المجالس الحسينية اللي نشوفها اليوم هي نجفية بالتالي أنه الاختلافات اللي بها المدينة بنفس الوقت هاي المدينة طلع منعدها أسخور مثلا طلع منعدها جعفر الخفاف طبعا هذا معناها أنه بها مجتمع مثقف يقدر يستوعب الاختلافات متلون بطريقة جميلة بطريقة إيجابية نعم نعم من أين تبدأ؟ يعني عادة يقال أنه البدايات الجيدة من حيث ينتهي الآخرون ولكن أنا أحب أن أبدأ من حيث يخشى الآخرون الابتداء نطيف مرات الطرق المجهولة مجهولة النهايات بها لذة أن تخوضها لذة مغامرة أكثر مما الطرق المعلومة الطرق المعلومة تصير من تسلك بها طريق تصير مثل مشاهدة فيلم معاد يعني نتيجة معروفة يعني وإلى أين تذهب؟ مرسي جميل عزيزي يقول قيين الدنيا ما نعرف لي اي ولا رايحين فين أسنع مو من نعرف رايحين فين ولكن الإنسان عنده غاية ومن الناحية القصيدة؟ من الناحية القصيدة يعني قمة طموحي أنا أكون شاعر جيد وأعتقد أنا أعتقد بذات نفسي يشار لك بالبنان؟ ما أهتم يشار إلي أو لا يعني أعتقد أنه الإنسان أول ما يبدأ بتقييم ذاته هذا أهم أما يشار إلي أو لا ما أدري نسأل على المنصور الشاعر خلف الكواليس والله التقديم تقديمي قلت لك حملتني مسؤولية تقديمي اللي يقرأ بين السطور إنه يشار لك بالبنان شارك هل يولد الإنسان مرة أخرى؟ يعني ممكن الإنسان يولد أكثر من ولاده خصوصا المبدع يعني يولد بكتابة قصيدة جديدة مرات يولد بتحسس الجمال بالحياة أنا قبل قليل وأنا جاي بالطريق يعني بالتقاطع من شي تلتفت تلقى طفلة بسيارة باع لها طفلة تبتسم تحس نفسك إن ولدت يعني ولادة جديدة فهي الولادة يعني الإنسان يولد أكثر من مرة ويموت أكثر من مرة لا لا يموت مرة الإنسان يموت من يموت ضميرة يموت من يبيع مبادئة ثمن بخس يموت مرة خصوصا الشاعر وما يقدر يحيو مرة ثانية ما ممكن إطلاقا وقصوصا الشاعر يموت عندما يكون بوق للسلطة يموت تماما أكو تبرير لعلاقة الشاعر بالحاكم علاقة الشاعر بالحاكم يعني أكو ثلاث أنواع ممكن إذا ريدنا حصرها ثلاث أنواع من الشعر أو ثلاث علاقات شاعر يتماهى مع السلطة مع الحاكم وهذا الشاعر هو اللي يتحدث معنا برأيي الخاص ممكن أكو شواهد تاريخية تخالف هذا الكلام نعم ولكن بالمجمل يعني الشاعر اللي يتماهى خطابة مع السلطة ويتكون بوق للسلطة ميت يولد ميت هذا نوع نوع الثاني الشاعر المناوئ أو المحتج أو الرافض وهذا هو الشاعر الحقيقي يعني بس لو سمحت مجرد يكون رافض له الرافض لسياسات خاطئة أكو واحد ما عجب العجب على قولته لنا لا هي بشكل عام يعني احنا من نقرأ هذا يدخلنا مبحث سياسي أكثر مما هو شيري يعني من نقرأ الأنظمة الشاعر يفكر بحالة مثالية دائما وهذا حالة إيجابية طبعا ارتقاء وهذه بالنسبة حتى للحاكم الجيد إذا أفترضنا أكو حاكم جيد طبعا أكو نظرية مثالية تنتج سلطة مثالية فبالنتج الشاعر الجيد راح يكون مناوء للسلطة بجميع أشكالها لأن دور القصيدة الجيدة هو التحريض ضد الظلم ضد قمع الحريات تحريض الناس والتثوير هذا النوع الثاني الثالث النوع الثالث الشاعر الضبابي الضبابي الموقف وهذا أعتقد أخطر حتى من النوع الأول ما صريح هذا الضبابي بالموقف أنت النوع الأول بوق السلطة مكشوف بالنسبة للناس ممكن وما تتعامل وياه بحذر بس هذا الشاعر الضبابي هو الشاعر متلون يعني ممكن يبيعك بأقرب سيطرة تفتيش والله هذه مشكلة ونعاني منها بهذه المرحلة تحديدا يعني خصوصا بهذه فترة التحولات نحن مرنى ما بعد الحروب التحول خطير يكون دائما ما بعد الحروب يعني مرنى بعد 2003 واستمرت الحروب وصلنا إلى داعش وهذه التحولات نأخذ قصيدة قصيدة استذكارا لعلي الشباني وجه ثالث وجه ثالث إلك بالماء ما بين القمر وانت ونفس ثالث إلك بالناي نزر ما شربت السكت وجه ثالث إلك بالماء ما بين القمر وانت ونفس ثالث إلك بالناي نزر ما شربت السكت يا قيض العبر من صفنتك ما يطلع نبلل لقيت بكل محطاتك نبي وخمرة وغريب غريب يدل المتيهين لقيت بكل محطاتك نبي وخمرة وغريب يدل المتيهين حاسدني النهر شيء قنطرت شوفي على حزنك شريعة هم قبل لا يدر بيك الروج وين تريد وين تريد وين تريد بضمونك صليبك مش تهيك ولا تنيس لي سيسول فكل الريح ولا قنطرت ليلة تعبر الناطور للغبشة شبعد شبعد وتهيت زعل صفنتك ميلا وحشيلي حشيلي تعب منك إلك بيه تشتف ما والا في الميلا حتخدر حتخدر رمل غافي على خبق الروج وتلمس رفيف الماء يبضمونك وجي ساخر عطش غرقان ويثالث وجه ما باك في الناس شكم راية خطف بيها وجه منك ظواها يعيش شكم راية خطف بيها وجه منك ظواها يعيش شكو ستشة خذت جدمك سفر حيرة تأشق غنوة المامش وسفر حيرة نوبات السفر نوبات السفر ما والم وين رين بس حظ الستشة عافر ونوبات اشتهن فزة بحلات الطيف أظمنك ذو الباتر نوبات المطر شاعر وكل مرة المطر شاعر وكل مرة المطر شاعر بوب الليل بوب الليل تغفى على المطر العطاح وبوب المس تحت ناطر وانت بلا تعب بلا تعب تستحي تخم الليل من تثاوى بالبيبان على الدق من يغفى الضنير من وخف حقه من يفهى الشعر بالناس من تطفى القصيدة بشفة الوهواس من تطفى القصيدة بشفة الوهواس ترد تشعل خيالك خبز للتاريخ وتخضر فجري ينحشي وما ينجاس وتموت وجوه بنا ليأخذ الروج وجوه الله وترد انت وجه ثالث سلامتك للأمانة بيت الكبير نزار قباني أنا دائما يسعفني أي من أشوف جمال لأن مرات يخوني التعبير كيفية يعني شلون أعلق على هذا الجمال فيسعفني نزار قباني يقول الصمت في حرم الجمال جماله هذا من حسن ذوقك أبو لاك برسته يعني أنا برأيي ما يخونك التعبير بس هو الحافز الجمالي يدفعك أن تختار أشياء جميلة للتعبير عن الجمال شكرا ماملك غيري شكرا وين وصلت بالطريق وين وصلت بالطريق يعني أعتقد أنا أسلك عدة طرق طرق متعددة يعني الإنسان يسلكها مثل ما بدينا أنه البداية تكون من حيث يخشى الآخرون البداية يكون الطريق يعني وعر أنا حاليا اليوم غير معبد طريقك أطلاقا غير معبد ما أحد معبد لك أنت تشوفه اليوم وبهاي الحلقة معبد يعني ما معبد أولا نقعد قدام كاميرا ثانيا نقعد قدام محاور جيد فهذه مو سهلة إن شاء الله ولا طريق الشعر معبد أطلاقا الشعر بحد ذاته تهمة أو متهمة الشعر ورطة لذيذة ورطة لذيذة ورطة لذيذة أي وإحنا متورطين وصلت؟ لو وصلت ما أجي اليوم من أوصل أتوقف راح توصل؟ لذلك أتمنى أتمنى أوصل في يوم من الأيام لأن هي هذه القصيدة الحلم هي محطة الوصول اللي هي المثالية اللي هي المثالية ورها ما تكتب أطلاقا اكتفي لذلك إحنا نمر بها بس أعتقد طموح أعتقد ذاته وعفقني بالرأي طموح حتى من تكتب القصيدة الحلم راح تقول مو هي هالقصيدة الحلم أنا إحنا كل لحنا لنصدف الطموحات مفتوح خو متين مننا هذا الموضوع ولكن إحنا كل الشعراء كل إحنا الشعراء يعني من نكتب قصيدة مرات أحس إنه هي هالقصيدة الحلم أو لم تكتب نعم بعدين ترجع لا مو هي لا مو هي لو هي لذلك ما أحب التصحيح بالماضي نبدأ طريق جديد جميل نبدأ قصيدة جديدة تحب بالانتظار سيء بالانتظار سيء تماما ما أحب بالانتظار لا تسامح لنأخذ فاصل نرجع براحتك أحبتنا مشاهدين قناة الأيام فاصل ونعود إليكم أحبتنا مشاهدين قناة الأيام وبرنامج المهلهل عدنا وياكم مع الممتع محمد أبو سراج حبيب لك يقال أنك تركت المنافسة أنا أساسا ما كنت يوم من الأيام بالمنافسة لأن ما أؤمن أنه الشعر ميدان منافسة هذا يعني المهلهل العنوان يستفزنا على ذكر شيء مر بن ذهل والد جساس نعم مشاهد يجوا أرضوا علي ثلاث خيارات للصلح قالوا لأ أولا تسلمنا جساس قالهم جساس مو بيدي يعني مشارته قالوا لأ ثانيا نسلمنا همام فنقتله بكليب قالهم همام أبو اللي عشرة وأخو اللي عشرة وضع مو بيدي قالوا لأ إذن ادفع لنا بنفسك فنقتلك بكليب قالهم غدا إن جالت الخيل أول جولة لن أكون أول ضحاياه فعليا من أنا والله من هسا خسران اللي قدت فلو كان لو كان الشعر يعني ميدان منافسة ما راح أكون أول الخاسرين بس أنا أساسا ما أؤمن بي إنه هو منافسة سين جميل لذلك يعني أعتقد أنا ما من بديية الشعر لليوم ما دخلت بمسابقة مثلا أنا ما أؤمن بيها يعني ما أؤمن بالمسابقات أطلاق المشارك أنت نعزلت لا هاي قبل العزلة هم تماما يعني هذا موضوع لا لا أنت هذا سؤال ثاني أنت نعزلت هاي الفترة يعني ما رست العزلة جيد سنوات خمس سنوات سنوات نقدر نعتبر الحلقة شباك أو باب يعني هي لحياة جديدة يعني هما هذا القصيدة أنا علاقتي بالقصيدة ما انقطعت حتى بالعزلة زين هي برأيك العزلة هي استراحة أو هروب والله هي استراحة و هروب أنا مصالح ويا ذاتي شنو المشكلة يعني هروب هروب من هذا الهم شوي يعني إحنا إضافة للهم الشعري أنت متواجد بالوساط أنت قلق جدا جدا قلق من الحرص طبعا قلق إيجابي أحس قلق إيجابي أحس أنه أنا أوظفه بطريقة إيجابية هو القلق بصورة عامة للإنسان المثمر طريقة إيجابية يعني أتمنى أنا مثمر بس هو القلق بشكل عام يعني مرات أكو إنسان القلق يقوده للخوف وبالنتيجة يكون القلق سلبي مرات القلق ناتج عن الحرص فتستثمر بطريقة إيجابية فتحوله من مؤشر سلبي إلى مؤشر إيجابي أهم مكسب في السرين بالنسبة لك هذا السؤال الفخ يعني مكسب بالحياة يعني أعتقد أنه أنا أطمح أن أخرج بأقل الخسائر مفايز هي لازم أكو خسائر لا هو يعني الصراع مع الحياة ما بي فايز طبعا طبعا نطمح نطلع برأيك من وجهة نظرك تحتاج القصيدة إلى صالون ميكب والله إذا قلت نعم فأقلب الشعراء المثقفين راح يقولون هشلون إي نعم تحتاج إلى صالون هذا الصالون مرات القصيدة من تكتب لأول مرة تكون الحقائق المكشوفة والفاضحة وقحة الحقيقة المكشوفة تماما بشعة للآخرين ولكن الوقع لذلك نمررها إحنا بصالون ميكب هو مصالون ميكب وإنما هو المشغل الشعري الخاص بك نقلل من الوقاحة وقاحة الصراحة وقاحة الحقيقة لكن هي موجودة موجودة كيد أنت عداء مع العمودي قصيدة العمودي أبدا ما في اليوم من الأيام يعني كانت عدي مشكلة وإلى الأشكال هذا أولا صراع الأشكال أكل عليه الشعر وشرب في فترة من الفترات صارت أكو مشاكل أو مشادات بين شعراء العمودي شعراء القصيدة التفعيلة وقصيدة الحرة أنا ما يوم كنت الطرف بمشكلة أي شيء كنت أكتب هذه القصيدة وما زلت ما عندي مشكلة من قراءتها بأي محفظ نسمع عمودي من الذاكرة افتتحنا للنجف وأنا جاي من علي بن أبي طالب وهذا رسم والله علي بن أبي طالب أقول أنا حبها يلقص في ذا الأمانة شرب بيها بلاك برد أخذ راحتك بيها بالقراءة أنا مرتاح بياك دائما عمري بوقت الحنة بوقت الحنة كانت حصلة على الإرسال تغبش للبخت بابك محناية الشمس الليلية تلبس مستحاك غروب وتيمم ضواها بشفتك حشايا شفك طيف حنطة يقو في الولايات ترفى ولايتك وشوف سلاية ضميت السمة ضميت السمة عن شتمة الجوعان وفرشت لهم شلب قبل المصلاية بلا صحيح ضميت السمة ضميت السمة عن شتمة الجوعان وفرشت لهم شلب قبل المصلاية وقصرت المناير لا يطول لسان مثل ما آية للكرسي القبز آية بوقت صيف القصص بيرتك راية ماي تستبرد الريح بخفقة الراية نيري نيتك ضوا ينمش بخدها الشوف بس للوجه طيف السافرم راية علي ربك عوافي ومستحى وفياي خليه وقع على الصيف خيالك هواي سلامتك وسلامت مشاهديك الله الله يسلمك بلاكبر شاء الخيال الخطير والله من حسن ظنك يعني إن شاء الله ما نخيض ظنك دائما شاء الخيال الجميل الله يسلمك بلاكبر أقرب صفة إلك الشاعر المهندس المدرس باعتبار أنت شاعر ومهندس ومدرس متعدد الوضاعر الأهم بالنسبة للشاعر يعني شاعر أولاً وشاعر ثانياً وشاعر ثالث يمكن يجندني عاشراً زيان ولكن أنا أحب أو أتمنى أن أتوصف بأنه مواطن صالح هذا يكفي وتسعى لهذه التسمية؟ أسعى من خلال كوني شاعر هم ها يعني هي أهم شيء أهم غاية من غايات الإنسان أن يكون بالنتيجة مواطن صالح تعشق القمم يعني أبو سراج الشاعر ما يؤمن شوي بالقمم أعتقد أنا شخصياً أنه طريق الشعر ينتشر بشكل أفقي ها لذلك ما بي قمم وإنما قمم زئبقية أشعر بالقمة في لحظة معينة بداخل قصيدة ها 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 ونغادرها لذلك ما عندي صراع البقاء على القمم بعد ذلك مزيلاً كما يشاع نشو الفترة معينة كما يشاع للمؤمنين بالقمم يعني لأنه أمن بأنه الشعر يتحرك بشكل أفقي معمودي فما أفكر بصعود جميل تخشاند هذا التفتيش والله رغم من أنه أوراق أصولية بس أدي فوبيا من نقاط التفتيش يعني أدي فوبيا من تفتيش قصائدي أغار عليهم والله يعني مرات يا دي غريبة المسه المعب يعني القصيدة أغار عليهم إذا تسمح لي هاي يعني قصيدتي القصيدة مرات من تكتمل أكو حرارة فرحة بهاي الفترة غار قراها الحد ما تبرد هاي الحرارة شوي فترة يا الله قراها هي ذات التفقية هي مو بس القصيدة كل الأشياء اللي تحس أنت تمتلكها تمتلكها تخاف أو أنت خلاقها نعم الأياد الغريبة الغريبة تفتشها أو تعبث بها تعبث بها أي لذلك عدي فوبيا من النقاط من يفتخر بك يفتخرون بي ثلاثة مادين لو معنوين أنا وأمي مش شعر أنا أفتخر بنفسي لأنه محقق ذاتي أشعر راضي عن نفسك راضي عن نفسي وحقق ذاتي دون بعيدا عن يعني الإضرار بالأشياء اللي أنا مؤمن بها ممكن اللي هي واحد منها الشعر ممكن منحقق ذاتي بالحياة يعني خلاله هو أي أشياء هو أي جوانب أمي تفتخر بي لأنه أمي عدها أنا أفضل كان على بالكوكب يعني يعدها طبعا وأنا شاطر وأنا الله يسعبك لا لا يتبير علي لا يتبير علي زيان بالمقابلة أنا عده أمي يعني أفضل 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 الثاني الثالث الشعر وهذه يعني يمكن ليسمعها يعتبرها يعني نيرجيسية أو غرورة أو كذا ولكن هي بسيطة أعتقد أنه الشعري في تخريبية بثلاث أسباب ها أي السبب الأول أعتقد بنفس شعر جيد هاي واحد اثنيا ما دخلت مزادات بيع الكلمة مزادات السياسية والحمد لله جميل واي أعتقد أنه النقطة مهمة بطريق الشعر الثلاثة ما حاولت الاستثمار بالشعر من أجل المصالح شخصية ها واللي يستثمر مشكلة يعني برأي إنه الشعر مصالح للاستثمار خصوصا إذا كان الاستثمار به مثلا استثمار بعواطف الجمهور أو اللعب عليها ها نعم من أجل مصالح شخصية مرات يقودك للخطأ بالنقطة الثانية يدخلك يرجعك للنقطة الثانية يدخلك مزاد سياسي ممكن مزاد بيع الكلمة ممكن يقودك أن تجازف بمبادئك فأعتقد إنه الشعر يستثمر بحياته باقي المجالات بعيدة عن الشعر وداخل الشعر يكون شعر فقط حتى ما يسقط بفخ يعني الاستثمار بعواطف الجمهور ما هي الأمانة؟ والله مسؤولية الأمانة أقدر أمن عليك عندك شيء؟ والله ما أدري ما أعرف فأسعى الأصدقائي هسانر أمن عندك شيء تقدر تحافظ لي عليه؟ إذا تأفيني منها وعندك أحد آخر أنا أتممني وإذا ما عندك أحد آخر رقبت قدامك سلام خاص للسيدة الوالدة يوصل الله يسلمك الله يخليك وهي داولة ذكرك بخير الله يسلمك وتخوي للأمانة مرات نعرف الإنسان من نتاجاته نعم أو رب منه صح صح أو أثره على الأرض أو بالواقع منه نقدر نقيسي شخص منه شكرا لك بالنتيزة من خلال محمد أبو سراج ألف تحيير السيدة والدك الله يسلمك وعمر طويل ومديد إن شاء الله الله يخليك هل من الممكن أن يكون الشاعر طبيب؟ والله يعني مرات طبيب ومرات هو عليل يعني بنفس الوقت يعني ممكن مرات أنت أنا أتداوى بقصائد غير هم أحيان كثيرة هاي في حال أنت عليل أي ومرات الشاعر يعني يكون طبيعي يعني يعتقدون بي الآخرين المتلقي أعتقد بي طبيب مرات تفرح حتى من نشوف واحد يعني تحس أنه أنت عند قصيدة تعالج يتداوى يتداوى بها عاطفيا مثلا مرات ستكون معالجة سياسية جميل معالجة اجتماعية بيها رسائل أهم محمد أنا أريد أن أصفق لك على الإجابات أنا شرف لي والله والله أصفق والله شرف لي حقيقة حقيقة غالبا ما مع جل الاحترام للجميع للجميع الجميع إن شاء الله أفضل اسمح لي أفضل من عندي وأفضل من عندك إن شاء الله الجميع إن شاء الله بس إحنا اليوم مطوخين على الحوار والله هو هاي لأنه أنا في بادة إلى أمر قرت هذا الموضوع حتى ما أخذ ظلت أن أربع دقائق قول للم أخذك سر ما أخذك سر إنه أنت حوارك أهم أسألتك صعب ومرهقة وإذا تريد تأخذ فاصل يعني خلينا أخذ الفاصل بس خليني وخلص الأربع دقائق وخذنا براحة يالله أخواش حتى يقال إن الشعر في الماضي القصيدة تكشف عن الحقبة الزمنية لشاعرها ولمنطقته الجغرافية أيضا هل قصيدتك تترجم الواقع الذين عيشوا اليوم أو الحقبة الزمنية يعني هي القصيدة بشكل عام إحنا من نخليها على طاولة النقد ممكن ندرس مناخ هالشيلي ممكن نستنتج الزمنية والمكانية اللي انكتبت به القصيدة يعني الكلام اللي صحيح من يمين صحيح ناخد قصيدة بخضم هذا الموضوع قصيدة قبل سنوات كانت أسراب الجنائز تعود ابن الجبهة بالحرب مع الورهاب مع داعش كتبت سراب وجوه سراب وجوه ومخاطف عطش تابوت يوميلك مدري اليا طريج تلمس في حيلك اليا شفة تراب يناغي هم هالريح ضحك دمك ذا نبدي أرم يا صفنة لحد فزب لها تطين اشته طولك غصن ماي مو ميلة بخت من تنثن على الماي هم ميلة تمسج حايل الله سيس بالمناية شراع سيس بالمناية شراع الصحة قمرت فشك بالماي ما يطفى سيس بالمناية شراع الصحة قمرت فشك بالماي ما يطفى وبسل روحة من الطيف للتاريخ اللي يغفع للرسل مسبوك ايه بلا صحة وازعل ازعل روجة مهرة تفزز الهيعان واستخير شريعة لوك المراية نهر المراية نهر والناس كل من شاف روحة الطيف المراية نهر والناس كل من شاف روحة الطيف واحد ضاع واحد خطف بيها شراع واحد لون دسها بغير تتحزم بحين القاع فرزنها فرزنها جدايل واحد لما بروحك نهار تعيش الشوف الوالف الدخان زهفة تريح وطيح فرزنها جدايل واحد لما بروحك نهار تعيش الشوف الوالف الدخان زهفة تريح وطيح طيح على سواتر تلقى اخوك بصاط حلات الغيمة من الطيح يوقف تتشوى للتاريخ اليطيح وما يتتشوله الله يوقف تتشوى للتاريخ اليطيح وما يتتشوله وتطفى الزلم عن نهران ولا تنطفل هلهوله ايبا لا صحيح وباشرنا إلك باشرنا إلك ولي ينسى يحكوله باشرنا الهلل الهلل تبرد على البيبان ونفززها بدفع عيونك باشر كل قناطرنا لو انت ترهدنا على الماية تظل مديونة لمتونك باشر نستحب لونك باشرنا الهلل التبرد على البيبان ونفززها بدفعur باشر كل قناطرنا لو انت ترهدنا على الماية تظل مديونة لمتونك باشر نستحب لونك كالطيف اشتهي عبر الباشر بات بچهونك حنات بخت حنة بخت دمك والفيشكة الرسلك موعد وياهن ما لقاك الموت بالصدفة حظت بيك المني يمنيا ترس طولك مراجل والمنايك صار الشي لبسلها معودك ما غفى على الماء اعلى حس غبشة مناجلهم تفز خضر يا بلكت ما خطاك القيض بلكت غوة تشرينك تناغيه الشواط ويشبع عن الفيض ولك بلكت وندري ندري البلكت ويلا فلا تولم ولا وياك اهم باصر تفق والبيلميل يبين بليلك عدا وجهك سراب وجوه ومخاطف عطش تابوت يومي لك وسلامتك الله يسلمك ويشكرك القراءة متعبة انا ترهقني القراءة اكثر من الحوار احبتنا المشاهدين مستمرين ويضيفكم وضيف علمان صوري محمد ابو سراج راجعين بعد الفصل انتظرونا حبايبنا حياكم الله شوية غريب اي معرس الممنوعات والله احنا حاليا جاي المرس الممنوعات هو الشعر احد اهم الممنوعات اها اي شنو رأيك بالخوف الخوف الخوف يعني جبالي ما امن بالخوف ممكن القلق حب القلق يعني انا عرف اتعاملوا القلق شوي اخر هدية وصلت لك اخر هدية وصلت لي قليل والله يعني اتوصلني هدايا عادة انا نطي هدايا هواي هسا قبل ساعات يعني قبل ما نجي شنو انا شاعر احمد الصالحي تحياتنا انا افتحي انا صارت يعني قدمت الهدية يستاهل يستاهل والله اه قدمت الهدية لانه محتاجها انا محتاجة اقدم الهدية انت محتاج اه سل موضوع بي خصوصية هان عفو لا هذا الموضوع بي خصوصية ما دمعنا ندخل مع خصوصية زين تستقبل بالهدية والله شرف ذكره تكون احنا خلنا نتفق الهدية بقيمة الماديلة والمعنوية طبعا المعنوية المعنى وياها القلمي شرف هذا القلم الشرف يا هاقلم انت الشرف معتزمي جدا هي شي يسوانا فد أشياء من الممكن أنه مفردات تتعرف لياهم أي جيد جيد صدفة صدفة يعني الصدفة مرات أنا رغم أنه ما أؤمن بالصدفة بس الكثير من الأشياء يعني الربح فرات يصير بالصدفة بس الخسارة مو صدفة الحب ممكن يكون بالصدفة بس الفراق مثلا مو صدفة طبعا الصدفة أقول مطرت صدفة بس قيضت مو صدفة مطرت صدفة بس قيضت مو صدفة وتعاقبنا غيمة وساجي ورشفة شتالي قلوب الخاوية الرشفة الله وادري الغانة مني تهين تحلم ياشر يعطيح من تغفر وادري تشفوفي من تأرج أتب قلبك ندم يطفر وارطدفو تشفوفي ولو شرب هالباب مني شرب الصيف النوب ما يدفر الله الله وسلامتك حبل المشنقة حبل المشنقة يعني الوعود الأمانات كلها حبار المشنقة والله هذي ملتفة حول رقبتك يعني تلديون هذا حبل المشنقة أكثر يعني أخطر حبل المشنقة أخطر من الوعود ما منهم دعينك أمي ما تدعيني بس أكبر دين بالحياة أنا يعني ما تدعيني الأمي ها مدعين واحد ما أتعامل بهذا المشنقة يعني ما أعتبر ما أعتبر هديون إذا ما يعنيني ما أتعامل بهذا الأمر أساسا وإذا شخصي يعنيني فالأمر موديا مهما يكون سواء كان مادة أو معنو موديون رح أسألك سؤالي حتى أنت تخوض بجواب أي جيد جيد قصيدة التفعيلة أي أو القصيدة الحرة أي ابتكار أنستنساخ نقطركم واحد مزين جيد جيد مصقط رأس الشعر الشعبي مزين تفضل أبدأ من النهاية مصقط رأس الشعر الشعبي مضفر نواب لا منطقة جغرافية مضفر نواب لأنه هو صاحب الحركة النوابية والنتيجة القصيدة النوابية وهذا التحول الكبير لمسار الشعر الشعبي جميل وهذا نفسه يقود أنه هذا التحول مثل ما سألت أنت ابتكار أو استنساخ عادة أحلاً سميها القصيدة الحديثة أنا أحب أسميها قصيدة التفعيلة لسبب بسيط قصيدة التفعيلة لأنه عبارة عن القصيدة تكتب بشكل خطي أفقي عبارة عن فترات زمنية متكررة متماثلة غير متشابهة تسمى تفعيلات يعني مصطلح التفعيلة كل علاقة بين أو بين تفعيلة الفراهيدي ماكو هذا مصطلح موسيقي جبناه إحنا من الشعري الإنجليزي ترجم الميتر والإنجليزي جابه من نافيوس اللي يكتب قصادة عن تفعيلة بالحوليات الرومانية قبل 200 سنة قبل الميلاد قبل الفراهيدي يعني مبتكار قبل الفراهيدي هذا كتسمية تفعيلة أما كقصيدة حديثة إحنا ليش نسميها قصيدة حديثة قصيدة حديثة دائما الحركة الحداثة الفرنسية بعد الثورة الفرنسية أو الحداثة الأمريكية عادة المذاهب الأدبية تبدأ بداية تنظير فلسفي مثل هيكل نظر الحداثة قبل قبل اليوتوب أكثر من 100 سنة قبل بودليير أكثر من 100 سنة تنظير فلسفي بعدين تحولات سياسية اقتصادية اجتماعية تنعكس على الأدب بالنتيجة أما القصيدة النوابية كانت مسارها عكسي بدأ الإعلان عن الحركة بقصيدة بـ 58 بدون أي تأثير الظروف القصيدة أثرت لا يعني مو ظروف خلقت القصيدة لا القصيدة خلقت الظروف القصيدة خلقت ما بعدها ظروف أثرت حسنا ممكن أكو ظروف قبلها ولكن هي أثرت تأثير واضح أثرت داخل الأدب فكان المسار عكسي داخل الشئر الشعبي أكو شعراء عندهم من المجازفة ما يكفي أن يتلاقفون التجربة ويكتبون مرنا بالمرحلة الستينية أثروا المكتبة الشعبية بنصوص كثيرة ضمن هذه التجربة بالنهاية طبعا أول ثلاث دواوين ريلة وحمد خطوات على الماء شاي الجرح وصلنا دخلنا الفترة السبعينية أكو أثر مطبوع لها أكو قصائد أكو شعراء أكو لهم جمهور فدخلنا الفترة السبعينية إذا نروح نسوي دراسة على المجتمع العراقي في الفترة السبعينية اليوم نحن دائما نقول أنه المثقف العراقي والمثقف السبعيني فبالنتيجة هالأغنية أثرت حتى هالقصيدة أثرت بالأغنية أثرت بالمجتمع أثرت بتقافة المجتمع بشكل عام فأدت إلى تحولات اجتماعية سياسية اقتصادية بالنتيجة فكانت الحركة هاي الحداثوية اللي تبناها نضفر النواب مختلفة عن باقي الحركات يعني هم هاي النوابية خاصة بهم هي مثل ما سولفناها يعني ابتكار أي طبعا كل العلاقة بينها وبين حركة السيار برأيي ماكو علاقة بينها وبين يعني التحول اللي صار تخجل من البكاء أمام الناس يعني احنا متربين المجتمع ذكوري فالبكاء أمام الناس مخجل بس ممكن ممكن يعني البكاء على كتف حبيبة والله يسامح رجولتها بيها شوي والله احنا يعني في بعض الأحيان نسأل أسئلة هنا موجودات بالواقع صراحة هل التصفيق هو جواز جمال قصيدة؟ التصفيق يصلح للخطب لخطب السلاطين الملفقة بشكل جيد لا يصلح للشعر مقياس جودة القصيدة مو التصفيق مقياس جودة القصيدة القصيدة الجيدة اللي يثير التساؤل من قد المتلقي اللي يتحفز المتلقي أن يحاول يعيد مناقشة الثوابت اللي عنده اللي يتحفز المتلقي يعيد النظر بالخطوط الحمراء القصيدة الجيدة هذي هذي مقاييس القصيدة الجيدة مقاييس أخرى كثيرة مقاييس جمالية بالتأكيد مقاييس جمالية أخرى ولكن التصفيق اللي مبدك اللي بالتصفيق من هالمهرجانات أتمنى ها يوالله أتمنى تشويش يعني تشويش يعني طرق الشكر والتعبير عن العجاب هو يطرق أخرى طبعا أي العشبة اللي بحث عليها قلقامش هي عشبة الخلود أي ما هو سر الخلود؟ سر الخلود أن تعيش بذاكرة المجتمع بطريقة إيجابية سر الخلود أن يكون لك أثر إيجابي سر الخلود أن تكون مشارك بالحدث ومن الأفضل أن تكون كشاعر صانع للحدث جميل أيهما أقرب لك أن يحبوك الناس أم أن يحترموك الاحترام أهم احترام أهم يعني أنا أتمنى يحبوني يلاحبهم بس هذا مهم موضوع ولكن الاحترام هو الوسيلة للتواصل وللتقبل طبعا زينا لو كان المتنبئ العظيم موجود حاليا وقرأت أمامه قصيدة برأيك ماذا سيقول برأيك ماذا سيقول يعني هذا الموضوع ممكن أستغير عبد الرزاق عبد الواحد من قالها مع المتنبي قال الله يرحم الله يرحم عبد الرزاق عبد الواحد قال سيقول احذروا من هذا الشعر الوقح ويبتسم ويبتسم نقل قصيدة طبعا اللي لو كان المتنبئ موجود راح تختار هاي القصيدة وراح ورا القصيدة راح أسألك ليش هاي مو غيرها هتاف ولافتة وتعبوت هتاف ولافتة وتعبوت ورفيه فراح في قلبي هالعمر والحزن والدخان ورصاصة بيان صوت وصوت وريحة موت ريحة موت ما بين السماء والماء القصيدة التعبرب وجهين سكتة تفوت ذلة تفوت ما بين السماء والماء بين مرايكين تشدد في اللي يموت هتاف ولافتة وتعبوت بيهم بيهم حمل التابوت وعبر ما بين صوت وصوت وبيهم صادة نبراس الصور والذكريات وصوت الاحديثات فكزرار روحة وعبر بالتابوت الله وبروح العزيزة تفز من الآخ وصوت الحرم الله المغرب ورجق الماء ترفر واحدة وتنطف بكاتم صوت وريحة تموت ما بين السماء والماء ما بين السماء والماء القصيدة التعبرب وجهين سكتة تفوت تبيعك تبيعك غفو عن ناطور بول داس القصيدة متاع للثوار موت انتو عن الوهواس الله نزيزة خوف تاكل بالكراسي الباردة من الساس تشرب رجفة الحراس تمسح في الرماد الخيم من وجه الوطن وتصيح كبش هذا الوطن مو نذر الإبراهيم لا هذا الوطن للناس الله حرورة نثية من تنجاس القصيدة كبش هذا الوطن كبش هذا الوطن تمسح في الرماد الخيم من وجه الوطن وتصيح كبش هذا الوطن مو نذر الإبراهيم لا هذا الوطن للناس رعشة قلق بازناد الغشين تبات بين النية والترباس حرورة نثية من تنجاس حرورة دم حرورة دم إذا طاح على صوت يفور والدم لو برد ينداس الدم لو برد ينداس الدم راي الدم راي الهتاف اللي يشتعل بالدم نزر ما ينحكي بهدايه الشعار الدم راي الدم راي الهتاف اللي يشتعل بالدم نزر ما ينحكي بهدايه الشعار اللي ينكتب بالدم صلف ما ينغسل بالماء بالله صحيح نشوى الدم مشت بعروق الولاية نشوى الدم مشت بعروق الولاية المدينة اللبسة الدخان نفنوف العراريس الرصاص العبره وكل الحج المضمون بالتابوت وريحة موت ريحة موت ووطن مجدوه وطن مجدوه مشرعب للذبح قبله مسحق لسرة في وقت الظهر ينداس تلقى قاعدة البستان من النهل الله وطن مجدوه وطن مجدوه ما بي للفخاتي الشاردات من المطر ختلة ما يتمشى صابع في للعيون الجديدة على الدم على وفاضة الكحلة وانت يا ذنب يا نشغة الكحلة شما تنزف تضل تحلة من يتسرسح الدخان مشط ببريسة من قذلة شما يعلى الرصاص الحار صدرك على الفشك يعلى راد وحرز راد وحرز من دمك يمر لصف على اسم الديد وانتوّل انتوّل فحل برحي يتشوي الملح بالقيعان وقبل وقته الحج البارد وبصدر يشيد انتوّل شمس شمس تندل منينة سومر القمصانة وقبل لا تتشوي بينا لما يكون بغيب انتوّل حزن غاوي حزن غاوي ما لا يقوي عليك النعاوي كان المطر يستنق بالروس وراسك شبع دخان منفوس وشبع لتنظير القهو ومن تشتد اسهان القباحة كل طير يتلمّس جناحة وانتوّل قطع الجسر نامو غي ما وطحت ع الجسر بهداي شا غير حست الماي للماي وانتوّل حزن غاوي انتوّل حزن غاوي حزن يمتد كحل من طيفك الجذرك هذا الحزن قمصان الوطن ما برد لو عذرك لا تطبع سنينة تشف على مرايات خاف الوطن يذهب شوق ويكسرك باتر من ترد وارقع لتشف الماي الوطن ع الجسر ينتظرك الزمن بذات مو عمرك ولا سير على ضمونك الزمن من يستحي يأخذ من عيونك الوطن لو برد ما يستحي من عيونك قال لك موت قلت لشار قال لك حمد بوي هنا قلت طيل القطن من القلب فر وتات الوطن مثل الله عذره وياه الوطن مجدوله يخدر لو اسمعه نقلت جدم زاتوت وريحة موت ما يصحى الوطن له ما هتاف ولا فتة سلام سلام معلقة الله يسلمك أبو الأكبر معلقة شهادة يا تزبيه جدا الله يسلمك أهنيك الله يعزك مفرحة هاني دائما وصلنا الختام الحلقة سؤال نعم شنو تبرير الغرورك شنو تبرير الغرورك كل شعراء كل شعراء جيدين نرجسيين يعني المعري يقول المتنبي يقول يسهر الخلق يسهر الخلق جره هو يختصمه قصيدته عزرا باونت جاب عمره يعني ساند موسيليني هو شعر جيد شعر عظيم وبالنتيجة نهاية عمره اكتشف فشله بهاي الخطوة فاعتذر عن الفشل وورا ما اعتذر قال فشلي أفضل من نجاحات الجميع والله هو شعر نرجسي يعني مجبول عن نرجسي زيان ولكن خارج منطقة الشعر تلقى كل إنسانه طبعا في نكون متواضع يعني هسه لو قدامك صورة لغزال الريم غزال الريم هناك نوع من الغزلان يسمون الريم الريم شنو تعني لك هاي الصورة الريم بشكل عام احنا يعني نسعى بأتبارك بخطة عن الجمال يعني نركض خلف اصطياد الريم بالنتيجة احنا الطرائد نسؤلف حادثة يعني صارته يعني اليوم شنو نتمشى بالمول هو أكو مروجة مع العطور دين جميلة فروجت عن العطور قالت هذا عدنا عطر كذا عدهم كذا أما براند جديد يعني البراند كله جديد ويمكن لها مروجة للعطور فعدها تيستات مع العطور ورشت على التيست اشتم هذا ما عجبني أنا عدي البراند اللي أنا ملتزم بي ما غيره فشتم هذا التيست الثاني كذا كذا بالأخير قالت هذا عطر رشت على ايده قلت لي شئ رأيك فالعطر انا صدرت ورحيت فأحنا طريدة بالنتيجة يعني زيخ تشتري عطرين انه بمواحد ايه بالله اغير البراند مالتي كله شلون يا رأي النوم من ينزل براسي والأحلام زلوفك عبر مبلل صحو المطيوفك الرفيف يجناح عيش وريش ياخذ مع الريش ويرتو رب العطش بشفوفك قلت لك اخذ وعط الليل ولا تخاف من العتب شوية بشوية الخدر ومن يمشي بعظام التعال عدنا بردي شتة شذبة وخاف يحتر العنب يصير راية يدف روحها بماية يصير راية يدف روحها بماية ضوى مضوح وختل بمراية يطفى نجمة مسبحة ويشتعل بالمستحر ولو برد حالة رجيف بخوفك ارتوى رب العطش بشفوفك وسلامتك وعنا طريدة دائما وصلنا لختام الحلقة نعم نقول اللي تريده قدام كاميرتك والله كانت الحلقة ممتعة بالنسبة لي جدا حوارك زاخر والاخذ والعطويا كان سلس ولطيف وممكن هذه الحلقة يعني ورغم انه انا كنت متردد من الظهور بشكل عام بشير ستة انسان ناجح به هواي مجالات نجاحة ان يجيب لي من البيت للبرنامج الله يسلمك شكرا لك شكرا لأستاذ نظير شكرا للكادر شكرا للمهلهل الكادر المهلهل ان شاء الله ما كنا يعني مملين على جمهور المهلهل اللي اريد اقوله كانت رحلة ممتعة الله يسلمك شكرا للمخرج استاذ نظير شكرا لكادر التصوير شكرا لكم احبتنا يا ريت قدرنا نوصل ونعجب ذوقكم في امان الله كان في الاعداد والتقديم اخوكم علي المنصوري شكرا للمشاهدة